توصلت سريلانكا الاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرد بقيمة 2.9 ملايين دولار كشفت تلايات البلية الدولية الخميسة الاتفاق سيدعم برنامج سريلانكا لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي والقدرة على تحمل الديون مضيفة أن البرنامج يستمر 48 شهرا وسيخدع لموافقة إدارة الصندوق ومجلس إدارته لقد توصل موظف صندوق النقد الدولي وسلطات الاتفاق لدعم السياسات الاقتصادية لسريلانكا بترتيب مدته 48 شهرا بمجب ما يسمى بتسهيل الصندوق الموسع بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون ومع حماية الفئات الهشة وحماية الاستقرار المالي وتكتف الإصلاحات الهيكلية لمعالجة نقاط الضعف المرتبطة بالفساد وإطلاق إمكانات النمو في سريلانكا 2.9 مليار دولار أمريكي هي مساهمة من صندوق النقد الدولي ولكن عادة ما تأتي برامج صندوق النقد الدولي بتمويل آخر من دائنين متعدد الأطراف ونحن نسميها تأثيرا محفزا سيضيف إلى مساهمتنا البالغة 2.9 مليار دولار أمريكية بحيث يكون تمويل البرنامج في الواقع أكبر من تمويل الولايات المتحدة